اليوم غادي نتكلموا على الدوالي فراحيم او اللي فاريس اللي كيكونوا في الوالدة هاد اللي فاريس هي اشكال كثيرة وخصنا نفرقوا ما بيناتها كين الدوالي اللي فراحيم واللي ما كيكون عندها حتى شي اعراض ولا تشي مضاعفات غير مثلا جينيكو ديال السيدة تيقول لي هارا مني فتحت لك مثلا ولا دلت لك سيزاغيان رالقينا عندك لي فاريس في الوالدة هادا مخصوم يكون عندهم النساء حتى شي تخوف منهم ورغم ما كيستدعيو حتى علاج بقدر ما كان راقبوهم وفي الحمل الموالي كيكون كان اخدو بعض الاحتياطات بعكس الدوالي او اللي فاريس اللي كيكونوا في رحم او في الوالدة وتيكون عندهم اعراض هاد الاعراض اللي علاء شكل انه الام تيكون في اسفل البطن تيكون الام اثناء الحيد وبالخصوص بالخصوص تيكون الام اثناء العلاقة الحميمية اللي كتعطي بعض درابات نفسية وبعد النبات كتدي لمشاكل اجتماعية اللي كتقدر توصل حتى للطلاق وهدي مسألة كتتعتبر من المشاكل الطابل للمرأة ما كتتكلمش عليها بعفوية وكحتى كيوقع المشكلة وهادو اللي تيكون عندهم اعراض ومضاعفات دائما كيكون العلاج دائما خصنا قلبو شنو هو السبب لي هاد ديل هاد الفاغيس وهاد الالام في الرحم وش هو مشكل طبي وش هو مشكل جراحي شنو هو المشكل وكين الفاغيس او الدوالي في الرحم اللي تيكون عندهم علاقة بالدوالي اللي تيكون في الارجل او في الساقين ولا بعد النبات تيكون هاد الفاغيس في الارجل تيكون السبب ديلهم والاصل ديلهم والمنبع ديلهم جاي من الرحم لك شي لاش دائما كناخدو الاحتياطات وكين نديرو تشخيص في الرحم باش ما نوقعوش في الغلط اننا نداويو غيلي فاغيس اللي تيكونو على مستوى الارجل وكين نساوي الفاغيس اللي تيكون على مستوى الرحم هاد الفاغيس اللي كيكونو في الرحم صراحة كيتقاسموه جوج ديل الاطباء كين الطبيب ديل النساء والتوليد اللي هو الجينيكولوج وكين الانجيولوج الفليبولوج فمني كيكونو غير على مستوى الرحم وما تيكونش عندو معلاقة مع الفاغيس ديل الارجل فالجينيكولوج كيتكلف بهم وكيعطيه تشخيص ومن بعد تيقدر يكون استشارة بيننا وبين الطبيب الجينيكو باش كيمكننا نعطيو الحلول واش على شكل ادوية ولا على شكل لومبوليزاتيو ولكن قبل ما كانوصلوه لهاد المرتبة ولا بدا ما كانو خصنا نقلبوه على السبب مثلا تقدر تكون لندومتخيوز تقدر تكون مثلا واحد القورة في الوالده او فعلا المساليك البولية خصنا نطيقنو ونكونو مأكدين ان هاد المسائل ما كيناش باش يمكننا نعطيو واحد العلاج على حسب الحالة ولكن عندهم علاقة مع ليفاغيس اللي كينين في الارجل على مستوى الارجل بطبيعة الحال كان داوي وليفاغيس على مستوى الارجل ومن بعد واحد شهرين او طلت شهور كان عاو تاني نقلب ونشوفوا هادوك ليفاغيس اللي على مستوى الرحم واش نقصوه ولأتهم اخصوهم واحد العلاج خاص بهم النصيحة اللي يمكن لي نقدم وهي ان المرأة اللي في واحد الحمل مثلا جوها ليفاغيس واما على مستوى الرحم او مستوى المهبل فاقبل الحمل الموالي ولابدا مستشارة طبية عند جينيكو ديالها وعند المتخصص في الشرايين والدوالي باش يقدر ينصحها ويعال جادوك الدوالي قدر ما يكون واحد الحمل اللي غادي يقدر يدوز في ظروف صعبة ويقدر يشكلها مشاكل لأثناء الحمل ولا أثناء الولادة كم من مرة اقترحنا على السيدة عملية قيصرية في عاطمة ولد ولادة طبيعية بسبب هاد ليفاغيس اللي كيكونوا مثلا في المهبل فالحمل خصنا نوجدوله من ناحية النقص في الوازن من ناحية استشارة طبية قبل ما يوقع الحمل حنا عكس شحالها دي تقولك وتتسالي الولداء وتتسالي كل شي تجيك المينو بوز وعدك ساعة ندوي ولك ليفاغيس اليوم تنقولوا بالعكس ليفاغيس خصهم من الأحسن يدووا قبل الحمل لأنه في فترة الحمل مؤسف ما تيمكناش نقدموا شي خدمات كتيرة من غير إلا كانت المضاعفات كتخطر الدم أو ناسيف ترجمة نانسي قنقر